وعلى هامش زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الهيان رئيس الدولة حفظه الله لسلطنة عمان وقعت دولة الامارات وسلطنة عمان الشقيقة عددا من مذكرات التعاون المشترك في مجالات عدة تشمل التعاون في الثقافة والإعلام والسكك الحديدية والتعليم والبحث العلمي والثروات الزراعية وأسواق المال وشملت الاتفاقيات مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانية بشأن التعاون والاستثمار في مجالات الصناعة وفيما يتعلق بتعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات الشباب والثقافة تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الثقافة والشباب ووقع الجانبان مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والبنية التحتية ووزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عمان وفي قطاع التعليم تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في سلطنة عمان كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة الثروة الزراعية والسمكية والحيوانية وموارد المياه وفي مجال التعاون حول النقل والمواصلات واللوجستيات تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والبنية التحتية ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عمان كما تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال النقل البحري بين وزارة الطاقة والبنية التحتية ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عمان ووقع الجانبان اتفاقية تعاون بشأن مشروع ربط السكك الحديدية بين البلدين وتم توقيع مذكر التفاهم بين وحدة المعلومات في دولة الإمارات والمركز الوطني للمعلومات المالية العماني بشأن التعاون في تبادل المعلومات المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب كما شملت الاتفاقيات مذكر التفاهم بين وكالة أنباء الإمارات ووزارة الإعلام في سلطنة عمان ممثلة في وكالة الإنباء العمانية في مجال الأخبار وتبادل المعلومات وتم توقيع مذكر التفاهم بين شركة أبوظبي التنموية القابضة والمجموعة العمانية للاتصالات وتقنية المعلومات مجموعة إذكاء وفيما يخص التعاون في أسواق المال تم توقيع مذكر التفاهم بين أسواق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة مسقط واتفاقية تداول شركات الوساطة عن بعد من خلال التداول الإلكتروني واتفاقية شراكة بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وشركة بورصة مسقط في مجال عمليات الإدراج المزدوج للأوراق المالية وتم توقيع مذكر التعاون بين شركة سوق أبوظبي للأوراق المالية وشركة مسقط للمقاصة والإيداع وفي مجال عمليات الإدراج المزدوج للأوراق المالية تم توقيع اتفاقية بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وشركة مسقط للمقاصة بسلطنات عمان الاتفاقيات التي رأيناها ستعزز من الموقع الجغرافي والاستراتيجي لكل البلدين وستحدث تكامل بين البلدين دولة الإمارات من أكبر المستثبرين في البنى التحتية على مستوى العالم ولديها خبرات كبيرة السلطنة لديها موقع استراتيجي كلنا فخورين فيه وإن شاء الله بيننا وبينهم راح تكون مشاريع ترتقي مثل ما قلت لك للعلاقة الأخوية بين القيادتين وبين الشعبين ترجمة نانسي قنقر